استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن صعود بن صغر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلى نائب حاكم أم القوين الذي تبادل مع سموهما التهانية بمناسبة شهر رمضان المباركة كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده التهانية والتبركات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وسعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وعدد من أعيان ووجهاء القبائل والبلاد وكبار المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال وأبناء القبائل وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بموفير الصحة والعافية وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات حضر الاستقبالات عدد من الشيوخ ترجمة نانسي قنقر